السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة أطلس لايف السماد مادة تضاف للطربة من أجل مساعدة النبات على النمو ويوجد نوعان من الأسمدة أسمدة عضوية ومصدرها النباتات المتحللة ومخلفات الحيوانات وهناك أسمدة مادنية مصنعة وهي الأكثر استخداما وتزود النباتات بالعناصر الكيميائية التي تحتاجها في مختلف مراحل نموها ومن بين هذه الأسمدة الكيميائية نجد سماد ال-NPK هذا السماد عبارة عن ثلاث عناصر رئيسية مركبة مع بعضها بالإضافة إلى عناصر أخرى صغرى توجد في الخليط بكميات ضئيلة يشير الحرف N إلى عنصر النيتروجين أو المعروف باسم الأزوت ويشير الحرف P إلى عنصر الفوسفور ويشير الحرف K إلى عنصر البوتاسيوم تمر معظم النباتات خلال نموها بثلاث مراحل المرحلة الأولى تسمى مرحلة التجدير حيث تنمو الجذور والتي ستساعد النبات على امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة وخلال هذه المرحلة يحتاج النبات إلى عنصر الفوسفور أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاستطالة وتكوين الفروع والأوراق ويعتبر النيتروجين المحفز الأساسي لتكوين الأوراق الخضراء وتتجلى المرحلة الثالثة في التزهير وتكوين الثمار وفيها يحتاج النبات إلى عنصر البوتاسيوم وينصح في هذه المرحلة بتخفيض نسبة النيتروجين والفوسفور في السماد تعرض في السوق أنواع عديدة من سماد الـ NPK حيث تحمل علبة السماد ثلاثة أرقام متسلسلة تشير إلى النسبة المئوية لكل من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم المتواجدة في الخليط لنأخذ مثلا سمادا كتب على علبته NPK 3312 هذا السماد يحتوي على ثلاثة في المئة من النيتروجين وثلاثة في المئة من الفوسفور واثنى عشر في المئة من البوتاسيوم وبالتالي هذا السماد صالح لمرحلة التزهير وتكوين الثمار وصالح كذلك لنباتات الزينة كالأزهار والورود بالنسبة لسماد NPK 1055 أعلى نسبة هي عشر في المئة تخص النيتروجين وبالتالي فهذا السماد صالح خلال مرحلة تكوين الفروع والأوراق وهو صالح للنباتات التي تزرع من أجل أوراقها ومن أجل نموها الخضرين ونجد في سماد NPK 153015 أن أعلى نسبة هي 30% وهي تخص الفوسفور وبالتالي هذا السماد يجب استعماله خلال المراحل الأولى لنمو النبات لتحفيز الجذور ونجد كذلك سماد NPK 202020 وهو سماد متوازن حيث يحتوي على نسبة متساوية من العناصر الأساسية 20% من النيتروجين و20% من الفوسفور و20% من البوتاسيوم بالإضافة إلى عناصر أخرى في الخليط وهذا السماد جيد لنباتات الزينة والنباتات المنزلية الداخلية والخارجية هذا السماد يخلط بماء الري حيث يوصى من خلال العلبة بخلط 20 جراما إلى 50 جراما من الخليط في 5 لتر من الماء وأن لا تقل المدة بين الاستعمال بالنسبة لنفس النبات عن 20 يوما لقد قمت باستعمال هذا السماد نظرا لأن أغلبية نباتاتي هي نباتات للزينة والبعض الآخر عبارة عن أشجار لا زالت في بداية نموها أتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله شكرا على المشاهدة